ظروف عصيبة يمر بها العراق وتسجيل عدة إصابات بالفيروس المستجد وحضر التجوال الذي تشهده المحافظات العراقية والغالظ مواجهة وباء كورونا الخطيرة فهنا تتعالى الدعوات التثقيفية للمواطنين إلى الالتزام بتعليمات خلية الأزمة العراقية بس نطلب من المواطنين أنه يحافظون على الحماية لأطفالهم عوائلهم هل سموهم ما ما يخافون على رواحتهم لا يخافون بس خلي صرعتهم أطفال عدهم شيوخ كبار بالسين أمك أبوك أنه حفاظا عليهم أنهم تكون الحمية أنهم ممنوع تجول ممنوع تجول الصين أربع سابيع قضت على الفيروس وهي بؤرة الفيروس قضت على الفيروس أربع سابيع ومع كل ما يمر بالعراق أخذ الشباب يستنفر كامل طاقاته فقد توزعت هذه الطاقات على شكل فرق منظمة فمنهم من يقوم بتعفير المناطق ومنهم من يجمع التبرعات من المواد الغذائية لتوزيعها على العوائل المتعثفة نحن أستاذ نشوفه من خلال جولاتنا اللي نطلع بها جولات التعفير لنوصل المناطق نشوفه ولا كأنه حضر أو غيره العالم حياتها طبيعية والطبو تطلع وتمشي وتكسر حضر التجوال فنصيحتي لهم أن هذا حضر التجوال مو شي ضدك بالعكس من مصلحتك هذا خلينا نحن نشتغل نعفر أنت خليك قاعد ببيتك سوى حمية ببيتك ونحن برا نعفر لكم الخارج نحن من المواطنين بأنه يلتزمون بعوامر خلية الأزمة لمعالجة ورض وواء الكورونا حتى نقدر نسيط على هذا المرض وقدر الإمكان نقدر نحد من الإصابات اللي ده صير ومو بس إذا واحد ما يفكر بالسبرو حيفكر بأهله بأصدقائه بعائلته وتتعالى الأصوات التي تنادي المواطن العراقي بضرورة البقاء في المنزلة خشية عليه وعلى عائلته من أصابته بالكورونا من كربلاء وليد الصالحي التغيير